معنا من بغداد القبير السياسي والاستراتيجي معن الجبوري سيد معن مرحبا بك معنا ما الذي يعنيه تمسك سيد الصدر من الانسحاب من البرلمان وإلى أين يتجه قطار القطار السياسي العراقي برؤيك الصباح الخير السيد السامي والسادة المشاهدين واضح أنها صفحة مهمة طوية اليوم تم طيها ودخلنا في معترك جديد ولكن الطريق شائك جدا مليئ بالألغام لأن الثقل السياسي للسيد الصدر لا يمكن تجاهله أو إغفاله وعذري في ذلك هو أعطى ولمح ووجه أعضاء البرلمان من التيار الصدري بأن يعدوا أنفسهم ويثقفوا ويطوروا ويؤهلوا أنفسهم إلى القادم هذا يعني أن اللعبة لم تنتهي طبعا ولكن أعلن بشكل رسمي أنه لا يمكن العمل مع هؤلاء الذي وصفهم كما تفضلتم بالفاسدين وهو مصر كان من البداية لن يقبل ولم يرضخ لجميع المحاولات والضغوط التي مورست حتى من خارج العراق واضح من الجانب الإيراني وبعض القوى الأخرى كون أن هذه القوى التي رفض العمل معها السيد الصدر هي أكثرها موالية إلى إيران كما هو معلوم وهذا سبب تشدده حقيقة في رفض العمل معهم وطبعا أعلن أنهم ويعرف الشعب أنهم أخفقوا على مدى عقدين من الزمن تقريبا أخفقوا في جميع الاتجاهات وبالتالي أستاذ معن اسمح لي على المقاطع ولا يريد أن ينيح اسمه نعم إلى أي حد هذه الخطوة تهدد بإفشال النظام السياسي العراقي الذي بني بعد عام 2003 برؤيك تماما حتما هم الآن رغم أنهم في نشوة الفوز أو في سكرة الانسحاب السيد الصدر وأن يعدون الخطى لتشكيل الحكومة ولبدء مفاوضات جديدة طبعا هذا بعد أن تكتم إلى الإجراءات القانونية أستاذ سامي حتى اللحظة هناك إجراءات قانونية البرلمان العراقي الآن في عطلة تشريحية لمدة شهر كما هو معلوم الأمر النيابي الديواني من البرلمان لم يصدر حتى هذه اللحظة في قبول استقالتهم هناك فسح ضئيلة من المناورة ولكن أعتقد ما تحدث به الصدر اليوم قطعت الطريق على الجميع بأنه إمكانية العودة أصبحت شبه مستحيلة بالنسبة له والعمل معهم ولكن العملية السياسية مهددة كما قلت الطريق مليئ بالألغام لأن الثقل الشعبي نعم هو خرج من البرلمان وخرج أعضاءه من البرلمان ولكن الثقل السياسي والشعبي الذي يمتلكه السيد الصدر ونعلم أن بإشارة واحدة من يده يستطيع أن يجيش الملايين ويؤلب الشارع العراقي ويفعل ما يشاء من رؤية مطالب الشعب فيما لو أخفقت هذه القوى وحتماً هي ستخفق وطبعاً سيقف لها بالمرصاد هو الجماهير وهناك تأييد شعبي له لكون أن الانتفاضة التي حصلت في عام 2019 هي ضد هؤلاء ضد هذه القوى التي الآن توفرت الأجواء والمناخات لها لتشكيل الحكومة سيد معاً نعم هذا ما حقيتها يحسب له الفعيسان يذهب إلى اتجاه المعارضة الشعبية ولكن ما مدى إمكانية انسحاب أحزاب سياسية أيضاً من البرلمان هنا الحقيقة ما يعول عليه هو أولاً بالنسبة للمكون السني والكردستاني كونهم متحالفون مع السيد الصدر وضعهم في حل لا يمكن لا أعتقد أن يتم الانسحاب بطريقة وأخرى ولكن قد تنسحب هناك بعض القوى البسيطة التي لا تؤثر على المشهد لأن مهما كلما انسحبت كتلة يمكن أن ترتقي وتحل محلها المستحقون من الخاسرين أي أقرب الخاسرين إلى الشخص المستقيل من البرلمان وهذه ستملأ الفراغ هنا في هذه الملاحظة أيضاً سيصبح البرلمان غير منتخب يعني الآن عندما خرج 73 نائب ومحتمل هذا العدد يزيد هؤلاء منتخبون عندما يحل محلهم خاسرون هؤلاء الخاسرون غير منتخبين من الشعب إذن التعويل على الانتفاضة الشعبية وطبعاً نحن نعلم أن سيد الصدر وإمكانياته والاستعداد الشعبية إذا ما بقت المعادلة السياسية على ما هي عليه إذن لماذا التضحيات منذ عام 2017 وجئ بحكومة كان الشعب يأمل بأن تغير المعادلة وبقت الأشياء كما هي لم يتغير شيء إنما الجميع يريد أن يركب الموجة خصوصاً أن هناك وفرة مالية الآن خزينة الدولة كما هو معلوم بسبب زيادة سعر النفط يسيل لها لعاب هؤلاء الأعزاب وهذه القوى لكي تستفيد إذن فقط الضغط الجماهيري وهنا جماهير التيار الصدري على رأسهم ما مصير أي حكومة ستخرج أو ستولد من دون التيار الصدري برأيك هذا حقيقة كما ذكرت هذا ما يرعبهم يعني أعدم وجود التيار الصدري هم سيبقوا بين المطاقة والسندان بين ملاحظات السيدة الصدر ومطالبه وبين مطالب الشعب أيضاً التي لا يمكن أن تحقق خصوصاً التيار الصدري خارج المعادلة إذن نتوقع حقيقة لا يمكن أن تبقى يعني مهما كلف الأمر وأقوى حكومة ممكن أن تولد من رحم هذه الأعزاب الستة أشهر وقتاً أعتقد طويل ولا يمكن أن نقول هناك حكومة تستطيع أن تصمد أمام هذه الممحكات السياسية وأمام عدم إمكانية تحقيق مطالب الشعب والتيار الصدري خارج المعادلة عاماً واحداً وهذا ما يخشوه طبعاً لأن في هذه الحالة ستنقلب المعادلة بشكل أكبر مما حدث في عام 2016 وبالتالي نبقى في حالة لا استقرار وهذا أمر لا يحبذه الشارع العراقي نشكرك جزيلاً شكر أستاذ معاني الجبوري الخبير السياسي والاستراتيجي من بغداد شكراً لك ترجمة نانسي قنقر